مشكورة المصارف على اهتمامها بعملائها مش بس بالإعلانات كمان بالسهر عن مصلحتهم وسلبتهم من لما بلشت النهضة المصرفية بلبنان تهندس حالها وترفع الفوائد بشكل خيالي لتشجع الرسميل على الاستثمار بسندات الخزينة وتريح الناس من هم الإنتاجية وفرص العمل ودوران عجلة الاقتصاد كان هم الوحيد سلامة المودعين وصحتهم وراحت بينهم عمدى الحياة قبل الكورونا والحجر الصحي المصارف أخذت موادرة وعملت حجر على دولارات الناس هربت البنك نوت الخطير برات لبنان تحت شعار بعود عن الشر وغنيله والحلو بالمصارف أسلوبه المبتكر بتحضير الناس لتلقي الدرابات قبل الاستحاء آخر الشهر بيومين بيسربوا إشعة عن شح الدولار بسوق المحلي وإنه معاشات آخر الشهر بتنقبض من الصراف الآلي بالليرة اللبنانية والمعاش الموطن بالدولار ما بينقبض إلا باللبناني حسب التسعير الرسمي حتى إذا كان محول من الخارج يعني هيركا تمأنع بإقسارة نصف قيمة المعاش خبر إشعة جس نبض المهم عند الاستحاء الواقع ما بيكذب خبر والبنك ما بيدفع دولار والحجة تسكير مطار بيروت الدولي بسبب الكورونا وبنسمع السيد ميشيل مكتف المساهم بأكبر وأعرق شركة لبنانية لشحن الأموال عم يقول بأكتر من وسيلة إعلانية إنه الشحن من وإلى لبنان ما توقف والحركة عبد المطار محافظة على إيقاعة طبيعية مثل بالأيام العادية بس بعض المصارف قررت تتوقف شحن الدولارات من الخارج بإيرادتها وما سمعنا جواب المصارف على الاتهام الخطير أو يمكن بعدها مصارف فوق المسائلة وما مجبورة توضح أو تبرل الناس ما زال عندها مين يحميها بهيك حالة نسأل وين وزارة المال وين البنك المركزي وشو موقفهم بيظهر أولوياتهم ما بتشبه أولويات الناس هني والحكومة والتأم السياسي مشغولين بتعيين أربع نواب حاكل لمصلحة المحاصصة الحزبية الطائفية مش لأنهم كفؤين أو أصحاب رؤية اقتصادية مالية تشيل القطاع المصرفي من أزمته الحالية وإمتى باعهات حكومة التكنقرات تشكلت على أساس الاستقلالية والتخصص وعدم التبعية من جهة تانية صرنا أربع سنين عم نطالب صندوق سيادي لمدخيل الدولة المهمة اليوم مع الوباء وتدبير حماية الناس وعادتهم بالبيت صار من الضروري إنشاء صندوق سيادي وإقرار أفضل وأسرع الأسابيب والموارد ومصادر التمويل الممكنة إذا هيك حلول مش داخلي بأولويات الحكومة بهيك ظرف يبقى السؤال أخيرا بأي عين فيهن يواجه وجع الناس وجوعن وخوفن من بكرة ترجمة نانسي قنقر